فلنطوي الماضي بكل سلبيات وإيجابيات رغم إقصائه عن الحكم إلا أن فساد ماضيه يلاحقه فقضية مليارات المخلوع على عبدالله صالح التي قدرتها تقارير دولية سابقة بستين مليار دولار ناقشها خبراء دوليون في ندوة عقدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد قلاق المنظمات الدولية جراء الجوع الذي يفتك باليمن الخبراء قالوا إن المخلوع نهب المليارات خلال عقود حكمه واستعرضوا تقارير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وكشفوا عن قيام صالح بسحب احتياطات النقد الأجنبي من المصرف المركزي أثناء حكمه وإلغائه صفقات أبرمت باسم الدولة وتحويل اعتماداتها المالية إلى أرصدته في الخارج وتحدثوا أيضا عن تقارير حول صفقات مشبوهة لبيع الأراضي والغاز والأسلحة الخبراء وصفوا ما قام به المخلوع صالح وبطانته بعملية فساد متوحشة ومنظمة لم توفر المساعدات الإنسانية والتنموية التي كانت تقدم لليمن إبان حكمه إذن في حسد والحسد الداخلي أكثر من الحسد الخارجي وتوقعوا أن تخف معاناة اليمنيين باستعادة تلك الأمال التي قد تحل بعض مشاكلهم الاقتصادية والتنموية أنا أحمل مبادئ وقيم الشعب اليمني وطموحاته طموحات الشعب اليمني ميسى الحربي العربية من قبل قيام الثورة يناضل الشعب اليمني من أكثر